بمجرد دخولك لسوق تفسيت وسط مدينة تمنراس يلفت انتباهك وجود عدد من الطاولات التي يبيع أصحابها فواكه لم يعتدل جزائريون عليها بل يتذوقونها في العصائر والمشروبات هنا في هذا السوق تباع على طبيعتها الأناناس المانغو جوز الهند قصب السكر والبطاطا الحلوة وغيرها من المنتجات التي يتم استرادها من دولة النيجر منذ سنوات كونها ما يش فواكه تنبت في الطبيعة عندنا ولدت عندها شرغالية شوية ما يش مستوى المال المدخول المالي ما يسمحش غلق الحدودي ومنع دخول هذه الفواكر النادرة في الجزائر بكميات كبيرة جعل أثمانها ترتفع مقارنة مع سنوات مضت أين كانت تصل وتباع بأسعار معقولة عندنا عناناس عندنا مانغو زيادة عندنا البيع بشنا تعملها كل شيء في الفلو ميناما مانغو هذا يجيبه من نيجير من نيجير ينبال نيجير ينبال يجيبه هنا يا نهدو فيه هنا الحمد لله تجارة الباس يجيبه الفارقة هذك نحن نسيروا عندهم ونعودوا البيع ولكن السلعة هذك خطرة خطرة تكون خطرة ما تكونش خطرة نضربوا واحد تعتبر شهور خمس شهور ما كانش ولا شهرين بصح خطرة يكون كان يجيبه بصح نحن نطلبه من السلعة هذك بل يكون يدلهم مطور جازين وفتحون الطريق هذا الشي يحتاجها المواطن كان يشوفه ناناش كان يشوفه المنق وقلنا عمري ما دكتور ناناسا عمري ما دكتور مونق كما هذي خمس وعشرين عشرين حتى الخمستاش دكرا يلاحق ستين خمس وستين على دركوا خاطر ما كانش ما كانش طريق اللي ما عندوش يدوك اللي عندو شوي يدوك من بسع دوك اللي ما عندوش عشر الاف ما دوكش المنق بعد فتح تجارة المقايضة هل سترخص الدولة للتجار مرة اخرى لاستراد مثل هذه المنتجات وغيرها التي توفر في دولتي النيجر ومالي في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني